اشتركوا في القناة خلال تسلسل سوار القمر الاصطناعي وان كان تقص مغيم جزئيا باغلب المناطق ثم تكثفت صحب تدريجين بعض الظهر مع امطار متفارقة بشمال محليا بالوسط اللي لا صحب كثيفة باغلب المناطق مع امطار متفارقة ومؤقتة رادية تكون محليا غزيرة بشمال بالوسط الشرقي وامكانية لتسقط البرد باماك المحدودة الريح من القطاع الشمالي بشمال بالوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب درجة الحرارة تنخفض ليلا تكون في المرتفعات الغربية في حدود 4 درجات في بقية مناطق الشمال والوسط والجنوب الغربي تكون بين 6 و 12 درجة وفي بقية مناطق تكون بين 12 و 14 درجة بالنسبة لتقص غدوة صحب احيانا كثيفة مع امطار متفارقة ومؤقتة رادية بشمال بالوسط ومحليا بالجنوب الشرقي والريح من القطاع الغربي قراف توقعاتنا لدرجة الحرارة للمدن التونسية قد نسجلو 15 درجة في كل من تونس الكبرى قليبيا وازغوين وأمطار متفارقة 16 في نابل الوضع الجوي ملائم نزول أمطار 14 في بنزرت وتبرقة عفوا نوابيجة تبرقة 12 درجة جندوب 13 سلينا 12 درجة لكيفة 11 ديلا 12 أمطار متفارقة القيارة وين أمطار منتظر في حدود 18 درجة وفي جهة الساحل عود تقلبية الجوية لكل من سوسة المنسير والمهدية تكون في حدود 17 في سوسة والمنسير 18 في المهدية 18 في جزر قرقنا واسفيقس سيدي بوزيد 16 أمطار كذلك منتظرها والقسينة 13 درجة بالنسبة لمناطق الجنوب الغربي قف ساقد نسجل 16 درجة أمطار متفارقة توزر في حدود 18 قبل غيوم مرتفعة 19 درجة وبالنسبة لمناطق الجنوب الشرقي قبس في حدود 19 جزيرة جربة 18 و19 في كل من مدنين تطوين رميدة تقس كثيف الصحف في حدود 18 درجة بالنسبة للملاحة وصيداء البحر نشرت تحذير يسارية المفعول بالنسبة لأخوة البحارة وصالحة لمدة 24 ساعة انتلاقا من الساعة العاشرة الليلة بالتوقيت المحلي وكيفة المناطق معنية بهذه النشرات التحذيرية الرياح في كامل الشريط الساحلي تكون شمالية غربية مع داخلية حمامات ومنطقة الشيبات التجاهة غربية والبحر في كامل الشريط الساحلي يكون شديد الاضطراب مع موج متقاطعة مع داخلية جيبس يكون شديد الاضطراب يصبح مضطرب مع موج متقاطعة وسرعة الرياح في كامل الشريط الساحلي تكون بين 25 إلى 30 تتجاهز إلى 40 عقدة مع داخلية جيبس تكون بين 15 إلى 25 عقدة بعد الظهر قراءة في توقعاتنا لدرجات الحرارة لبعض المدن والعواصم العربية والأوروبية نوقشت تقس كثيف الصحف في حدود 32 داربيدة مغيم جزئيين 18 أمطار منتظرة في الجزائر 12 ترابلس تقصافي في حدود 19 درجة الخرطم درجات حرارة مستقرة مقارنة بالـ 24 ساعة الفارتة 33 تقصافي كثيرك في القاهرة 23 ودرجات حرارة مرتفعة في البقعة المقدسة مكة المكرمة 32 والمدينة المنورة 27 مسقط 26 صحب عابرة في أبوظبي 23 صحب قليلة في الدوحة 13 درجة وأمطار ضعيفة في الكويت 18 أجوية مستقرة في بغدد 17 درجة وبالنسبة للشرق الأوسط القدس الشريف 17 درجة تقص مغيم جزئيين غيوم مرتفعة في بيروت 18 وديمشق صحب عابرة 14 إسطنبول تقص كثيرك في صحب 15 درجة بالنسبة لأوروبا توصل تقلب بيت الجوية في روما 17 درجة مارسيليا 16 11 درجة في لندن 7 في برلين 10 في كل من أمستردام وبروكسيل 13 في فيينا 11 في كل من جونيف وباريس مدريدة 12 درجة تقص مغيم جزئيين وصحب عابرة في لشبونة 16 درجة بالنسبة لتطور الوضع الجوي خلال الأيام القليلة القادمة يوم الخميس البحر شديد الاضطراب على كملة الشريط الساحلي الريح يتجه من القطاع الغربي على كملة الشريط الساحلي ودرجة الحرارة تشهد انخفاض بالنسبة لمناطق الشمال والوسط تكون مبين 13 إلى 16 درجة في بقية مناطق الجنوب تكون مبين 15 إلى 20 درجة والوضع الجوي ملائم منزول أمتار بأغلب المناطق تكون أحيانا غزيرة بمناطق الشمال الغربي بالنسبة اليوم الجمعة تقص يكون كثيف صحب الشمال بالوسط مع بعض الأمتار بأقصى الشمال الغربي صحب عابرة بالجنوب الريح يتواصل من القطاع الغربي والبحر يتواصل كذلك شديد الاتراب على كملة الشريط الساحلي ودرجة الحرارة تشهد ارتفاع طفيف أوقات الشروق والغروب شروق إن شاء الله يكون في تمام الساعة السيدة الصباح من 52 دقيقة والغروب السيدة مساء و13 دقيقة لمزيد المعلومات طرق التواصل والاتصال بالمعهد الوطني الرز الجوي على صفحة الويب تتفعل وتتواصل معهم على صفحة الفيسبوك والموزع الصوتي أوقات السليطة لمدينة تونس وما جورها سليطة الصبح إن شاء الله تكون في تمام الساعة الخامسة صباحا و26 دقيقة سليطة الظهر منتصف النهار 39 دقيقة سليطة العسر في تمام الساعة ثلاثة مساء و43 دقيقة سليطة المغروب في تمام الساعة السيدة مساء و15 دقيقة وسليط العشي في تمام الساعة السيبع مساء و39 دقيقة شكرا على حسن الاهتمام نهاية النشرة إلى اللقاء نسكول اشتركوا في القناة